السلام عليكم أحبائي ماذا خباركم على خير؟ إذا ذكرتوا الحصة السابقة شفنا فيها الحفلات العائلية ماذا تذكرين أو لا أعجبكم الفيديو أو لا؟ نتمنى ذلك شفنا الباطم المارياج الانيفرسير شفنا اللباس العروس والمختون الطفل المختون اليوم سوف نرى وقلنا ذلك الفات فاميليال خاصة بلا فاميه فقط على ذلك اسم منها الفات فاميليال يعني متعلقة بلا فاميه اليوم جيتكم الفات اللي خاصة بأمه كأمه كدولة كبلاد كقارة مثلا واللي أنتما كتشوفوهم أمامكم أحبابي في الحفلات العائلية شفت لكم صور لكن دبا تعذر علي بس نجيب لكم الصور لكن كونوا مطمئنين سوف نشرح لكم كل حفلة وكل عيد بطريقة واضحة جدا إن شاء الله ما تكونوا غير خاطركم أحبابي نبدأ لافات ناسيونال لافات ناسيونال هي الأعياد الوطنية خاصة بالوطن بالمغرب مثلا بالتونس مثلا بأي دولة عندها الأعياد الوطنية الخاصة بالبلد فقط كدولة نبدأ لافات ناسيونال لافات ناسيونال لافات دوترون عيد العرش لافات دوترون هو عيد العرش منذ اعتلاء الملك على العرش فمنذ ذلك كل سنة يحتفل الشعب الملك يحتفلوا بهذه المناسبة العظيمة فهذه المناسبة يحتفلوا بها الشعب كامل يزينوا البلاد بالاعلام باللافات واللي تنشد على الملك وعلى العائلة الملكية كلها فكنتسميوا هذه الحفلة فات دوترون هو عيد العرش هناك عيد اخر او مناسبة اخرى وطنية وهي فات دلاندبندانس فات دلاندبندانس هو عيد الاستقلال لافات هي عيد لاندبندانس هي الاستقلال يعني استقلنا من من سيطارات واستعمار المستعمر الغاشم رغم اننا احنا بالنسبة لنا كدول المغرب يقول المؤرخون اننا لم يناكن مستعمرين ولكن كانت هناك حماية فقط المهم احنا اللي كيهمنا هو نعرفوا الاسماء ديل هاد المصطلحات وهاد الاعياد فات دلاندبندانس نشوفو عيد اخر وطني فات دلامارش وطني وهي عيد او ذكرى المسيرة الخضراء لامارش هي المسيرة وطني وطني سميت لامارش لانها مرت تلك المسيرة في ظروف سلمية دون سلاح دون حرب دون أي شيء اذا هاد يك المسيرة واللي كانت سنة الف وتسعمية وخمسا وسبعين مين neufcent soisante مين neufcent soisante مين neufcent soisante مين neufcent soisante quين لا فات دلامارش وخصصة بالمغرب فقط عندنا لا فات دلالجونس لا فات دلالجونس هي عيد الشباب عيد الشباب وهذا كالحساف له به بعيد ميلاد صاحب الجلالة المالك المغرب طبيعة الحال هذا خاص بمالك المغرب فقط لانه مدام هو عيد ميلاد فلكل مالك ولكل رئيس عيد ميلاده وطاريخ عيد ميلاده دان عندنا لفت دولة جنس هي عيد الشباب صافيه؟ دان هادو لفت ناسيونال وكيف قلت اي دولة واي بلد عندو الاعياد الوطنية خاصة به لفت ناسيونال هي الاعياد الوطنية جات من كلمة وطن لا ناسيون نشيو احبابي لفت ريليجيوز هي الاعياد الدينية ريليجيوز عنده على قبلة ريليجيون الديانة الدين لفت ريليجيوز كنكررهم باش تسمعوا النطر كيفاش كننطقوا كل كلمة اعزائي عندنا الحفلة الاولى او العيد الاول فت دو ساكريفيس دو موطن عيد الاضحى نضحي بالخروف موطن الموطن مصدق الناس هنا اسماء الحيوانات في فيديو سابق اعزائي لابدكرتو اعيد الاضحى يسمى فت دو ساكريفيس دو موطن كنقدروا نسميوه لفت دو موطن طو سمplement ببساطة نسميوه لفت دو موطن ولكن إلا بغينا الشرح بالضبط وبالدتال فكم قولوا الفت دو ساكريفيس دو موطن عندنا كذلك هاد الافت ريليجيوز نندكركم انها ما خاصاش بوطن فقط فهي خاصة هاد الافت ريليجيوز تهموا الدول اسلامية ككل اينما وجد المسلمون فهم يحتفلون بهذه الاعياد فت دو لفت دو جان عيد الفطر عيد الفطر وكيجيوز بعد شهر رمضان المعظم فكم سميوه لفت دو لفت دو جان نهاية الصيام نهاية الصيام الجان هو الصيام الجان بسيكون فليكس بهذا الاقصان إلا ما كانت شاد الاقصان هيكون عندما معنى آخر جان هي شاب لكن هنا بهذا الاقصان يسمى وصيام فنهاية الصيام اللي هو عيد الفطره كان يحتفلوه بعيد الفطره كان يسميه فت دو لفا تدو جان وبين لفا تدو الفطر النمو نساب أخرى دينيا هي فاتة لعناسانسة دي محمد صلى الله عليه وسلم فاتة لعناسانسة ديه ويهدى صنعم صلى الله عليه وسلم رحمه الله طبعا فاتة لعناسانسة المولد النبوي صافي عيد المولد النبوي كنسميه لفت دي لانيسانس دي بروفت وبيان سميه فت دي بروفت يعني بين شنو هو العيد الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الانبياء كلهم كان قولوا لهم لين بروفت ان بروفت هو النبي واخيرا عيدنا فت دي نوفال اول محرام كيف عندنا عيد الاحتفال كيحتفلوا الناس بالسانة الميلادية بدخول سانة ميلادية جديدة فنحن المسلمون لدينا احتفال كذلك بالسانة الهجرية وكم تسميها فت دي نوفال اول محرام وبيان دي نوفال الهجير يعني الهجري فت دي نوفال هو سانة جديدة وفقاشكا تكون نحتفلوا بها احنا في مفاتح محرام اول محرام اذا هذه هي الاعياد الدينية اللي فات غليجيوز صحيح؟ اذا كان كتافيوا بها القدر فكنتمنى تكونوا فهمتوا مزيلا لكل عيد وكل مناسبة على حيدة والخصوصية لكل عيد لناصيونال بوحدهم ولي فات غليجيوز بوحدهم كنتمنى تكونوا استفدتموا معي احبائي اعزائي الكرام الى اللقاء في حصة اخرى ان شاء الله وما تنسوناش ما تبخلوش علينا بالمسائل اللي كتغرفوه الاشتراك الابطاق اشتركوا في القناة الى اللقاء اشتركوا في القناة